يلتقي الفيصل والرمثة في موقعة مثيرة وجماهيرية يصدفها استاد عمان دولي وتجمعهما في نهاء كأس الأردن لكرة القدم في تمام ساعة الحدية عشر مساء اليوم ويبحث الفيصل عن اللقب للمرة العشرين في تاريخه بينما يسعى الرمثة للضفر بالبطولة للمرة الثالثة في مسيرته الكروية ويتسلح الفريقان بالأمل بحثا عن صعود منصات التتويج حيث يأمل الفيصل في ضم لقب الكأس إلى الدور ليأثفر بثنائية الموسم فيما يطمح الرمثة لوضع حد لحالة الخصام الطويلة مع الألقاب ويعول الرمثة على جيل موهوب من اللاعبين الشباب وبقيادة أسامة قاسم الذي نجح في توظيفهم ويدرك إمكانياتهم جيدا ويعمل على استخراج ما يملكون منطقات ومهارات ونثرها في أرضية الميدان في المقابل يمتلك الفيصل مجموعة من اللاعبين من أصحاب الخبرات في التعامل مع المباريات الحاسمة ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية نهاي دور أبطال أوروبا الذي يجمع بين توتنهام وليفربول حيث يسعى الردز لتعويض الخسارة الأخيرة له في نهاي هذه البطولة في الموسم الماضي بينما يطمح الاسبيرز للتتويج باللقب في أول مرة يصل فيها إلى نهاي هذه المسابقة وتواجه ليفربول وتوتنهام في مئة وسبعة مباريات سابقة في مختلف المسابقات حيث حقق الردز الفوز في أربعة وخمسين اللقاء وانتصر الاسبيرز في ثمان وعشرين مواجهة وكان التعادل نتيجة خمس وعشرين مباراة وتمثل عودة هاريكين من الإصابة إضافة قوية لخط هجوم توتنهام فقد أحرز خمسة أهداف في ثمان مباريات خاضها مع الاسبيرز في البطولة الأوروبية ويتميز الإنجليزي بحسن استغلاله للفرص مع إتقانه لتسديدات خارجه منطقة أو خارج منطقة الجزاء وتفوقه في الكرات الهوائية بينما سيكون من المتوقع مشاركة روبيرتو فيرمينيو في هذه المواجهة حيث خاض البرزيلي أحد عشر لقاءا ونجح في تسجيل أربعة أهداف ويتميز بإطقة تمريراته ومشاركته الفعالة في عملية خلق الفرص مع تاديته للأدوار الدفاعية بشكل جيد إضافة إلى مهاراته الفردية في المراوغة ولكن يعب عليه ضعف دقة كراته العرضية